عاد الى ارض الوطن الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الامريكية والتي تضمنت العديد من اللقاءات والمباحثات المثمرة مع كبار القيادات العسكرية والمسؤولين استهلها بلقاء رئيس هيئة الاركان المشتركة وكل من قائد القيادة المركزية الامريكية كما التقى بقادة القوات البرية والجوية الامريكية وقد تناولت هذه اللقاءات تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والدولية كما تناولت سبل زيادة اوجه التعاون المشترك في مجالة الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب وسبل مكافحة الارهاب وتعكس تلك الزيارة وما تم خلالها من لقاءات هامة عمق العلاقات المصرية الامريكية والدورة المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي وكان الفريق محمود حجازي قد بدأ زيارته للعاصمة الامريكية واشنطن منذ عدة ايام حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور الفريق اول جوزيف دانفورد رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية حيث استعرض رئيس الاركان حرص الشرف كما قام بوضع اكليل من الظهور على النصب التذكاري للجند المجهول